أشياء تعتبر طبيعية جداً اللي يبغي تزوج اللي يبغي سيارة اللي يبغي بيت اللي يبغي وظيفة إلى آخرين وكل هذه الأمور تتطلب العمل أو الأخذ بالأسباب السؤال هو إيش الأسباب اللي سويتها أنت قبل كدر عشان تحصل على مرادك أو طموحك أو آمالك غالباً هي الأمور الطبيعية اللي في يدك إنك تتوظف وتجمع فلوس عشان تتزوج أو تروح الشركة أو تسأل عن العروض حق السيارات أو بتروح البنك تشوف إيش القرض اللي يعطيك هو عشان تحصل على بيتك إلى آخرين لكن بالله عليكم يا جماعة جد أحد فيكم فكر إنه يكفل يتيم عشان يوصل لطموحه وتتحقق آماله أتحدى غالباً والله أعلم إنه يحتفكر بالطريقة دي أنا ما أقول إنه ما في أحد بيكفل يتيم لا في كثير فيهم خير بيكفلوا يتيم بس بيكفلوا اليتيم فقط لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافلوا اليتيم في الجنة كهاتين ما هم عارفين أنه آمالهم تتحقق لهذا السبب واحد جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكيله من قسوة القلب قال له يا رسول الله أنا أشتكي من قسوة القلب وأبغى شيء لين قلبي أبغى أسوي حاجة تحسسني أنه قلبي ما زال حي قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أتحب أن يلن قلبك وتدرك حاجتك يعني أنا أدلك على حاجة مو بس لين قلبك لا وتدرك حاجتك مهما كان الشيء اللي أنت تبغى يتحقق لك بإذن الله ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك هيا تبغوني أنا أقول لكم حاجة تفرحكم جمعية البر بثول الخيرية نسوي مشروع لين قلبك نسمينه كده لين قلبك لكفالة الأيتام كفالة اليتيم يا جماعة تكلف 300 ريال في الشهر فقط السنة كلها ب3600 أنتوا تعرفون أن 3600 تعتبر راتب بالنسبة لنا راتب واحد وهي تصرف على يتيم سنة كاملة 3600 ريال ومو شرط أنك تتبرع بالمبلغ كامل ولا حتى ب300 10 20 50 70 اللي تقدر عليه وتقدر أنك تقضي حاجتك بنشر الإعلام فقط أهم شيء النية لما تنوي أنك أنت تنشر البوست حق الإعلام وحط في قلبك أن الله عز وجل يقضي لك حاجتك زي ما قضيت أنت للأيتام حاجتهم بإذن الله مع رؤية 2030 صارت الجهات الحكومية تتنافس في خدمة المستفيدين ومن الأشياء المميزة خدمة تقدمها رئاسة شؤون الحرمين في أعظم وأجمل مكانين في العالم مكة والمدينة تطبيق الحرمين الشريفين هو تطبيق يساعد زوار مكة والمدينة ومن خلال التطبيق تقدر تعرف حالة الزحام قبل ما تتوجه لأي مكان داخل الحرم ويوضح لك حالة البوابات المفتوحة والمغلقة والمزدحمة ولو معك أحد يحتاج عربة بإمكانك طلبها بكل سهولة من خلال التطبيق وتقدر تطلب خدمات كثيرة مثل المطوف أو تصريح سفرة افطار أو الاعتكاف ولأن الحرم كبير الله يشرفه يساعدك التطبيق في رفع بلاغ مباشر عن التأهين بكامل البيانات مع إمكانية إضافة صورة للطفل أما الخطب والصلوات فلها بث مباشر وترجمة عبر التطبيق وكذلك جدول الأئمة تطبيق الحرمين الشريفين راحة وعبادة دريت عن هالخدمة؟ خل غيرك يدري تدري عن هالخدمة مبادرة وتساعدك للوصول إلى خدمات تهمك إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر تشكري 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 شكرا لكم لكم التي تشكري صفえー وريرك